اتحاد القرى يقول للناس ما تلعبوش بتقنية الفيديو طب ليه ايه اللي يكبروا على كده يعني؟ ايه الفكرة في كده؟ يعني ايه الفكرة انك اتحاد القرى يقول للناس في الامارات لا يلعبوا وورا بدون تقنية الفيديو جمعا ما تضحكوش الناس علينا عيب الكلام ده يتقل عشان تثبت بس ان برامد الظالم او المباركة فيها حاجة غلط او امسك يا اخي ده فيه خناءة هنا ده فيه مشكلة هنا ده فيه لجنة انضباط هتنعاقد اي كلام بيتقال من بعد المباراة احنا مش هنسكت انا قلت من بداية المسلم ده انا مش هسكت على اي معلومة بتتقال غلط ايا كانت لو طالع منين ايا كانت لو طالع منين كل الاخبار اللي بتتقال دايما للأسف بتبقى غلط يعني لو فيه خبر صح بنحاول نسبة ان هو مثلا ايه فيه تفاصيل فيه حتى غلط لا ده الخبر كله بيبقى من اقوله الاخر غلط وللأسف ما بتبقاش الفكرة ان هو اجتهاد ومعلومة قد تصح او قد تكون خطأ لا ده للأسف بتبقى الهدف منها حاجة تانية خالص انك تلعب في فكرة ان البطولة دي الاهلي خادها بالظلم ان الاهلي كسب البطولة دي وفيه ظلم للفري المنافس ان المنافس اللي كان هيجي يلعب تظلم عشان الاهلي يلعب البطولة يعني هو الاهلي محتاج بطولة زيادة مثلا مع الاهلي عنده 12 بطولة اللي محتاج بطولة انقول اللي حصل السنة اللي فاتت والسنة اللي قبل اللي فاتت والله حصل في تقنية الفار والله حصل في تعينات الحكام ما علينا انا اتمنى ان المفروض اللي يطلع يرد ويقول الكلام ده لانه هو عنده بقى ما يثبت كلامي انا اللي انا بقوله رسمي لجنة الحكام وكل مرة يطلع حد من لجنة الحكام يقولك ايه زكر متحدث رسمي او قال متحدث رسمي من لجنة الحكام رفض الكشف عن هويته ما تقول يا عم انت متحدث رسمي اطلع اتكلم بنفسك يعني الكلام اللي انا قلته انا عارف ان هو عندك وعندك ما يزبط بتفاصيل اكتر من اللي انا قلتها لان انت في المطبخ وانت المتحدث الرسمي بس فيه متحدث رسمي يرفض الكشف عن هويته ازاي يعني ما يبقاش متحدث رسمي اطلع يا كابتن توفيق اتكلم يا كابتن توفيق السيد بعد اذنك اي اخبار بتتقال غلط بالشكل ده يعني ما تحطش مجال للصحوبية مع عدد من الصحفين واعلاميين اركنها شوية على جنب واطلع رد على التفاصيل دي لان انت المفروض مدير لجنة حكام انت المتحدث الرسمي لما تطلع تتكلم ما تقولش رفض ذكر اسمه اطلع اتكلم بنفسك اي زميل لو انت صديقه بشكل شخصي لو سمعك وانت بتتكلم وبترد لان انت متحدث رسمي ومدير اللجنة مش هيقدر يقول الاكاذيب دي تاني اطلع رد على الاكاذيب دي انت المعنيين بالامر فاحنا من قدر ان كان بنحاول نكتاد ونوصل لمعلومات وتواصلت مع مصادر والحمد لله دايما الناس بتصق ان المصادر بتواصل معها بتديني معلومات موثقة ومؤكدة وانا لما سألت على تقنية الحكم الفيديو المساعد مسألت ان التقنية موجودة ولا مش موجود لان كنت عايز اعرف كان كاميرا متوصلة بعربية الفار والتقنية كانت نظام التصوير كان ازاي خدوا بالكم الاتحاد الافريقي فول اتش دي الاتحاد المصر على فكرة ما بيقولش بقى اتش دي ولا فول اتش دي ولا فول كي ولا الكلام ده كله بس مباراة السوبر كانت ات كي يعني احدث تصوير كان موجود في غرفة الفار والعشرين كاميرا كانوا متوصلين بعربية الفار على احدث تقنية وانتو في الامارات يا جماعة تتعاملوا مع الفار اللي بتطبق في اسيا يعني كواليتي وتقنية اعلى بكتير من اللي تتنظم في افريقيا وفي الدوري المصر دي كانت جزئة مهمة عايزة ارد فيها على الهبد للأسف والكلام اللي بيتقال مش هقول بقى من زمل لكن للأسف وصل الاخبار الكاذبة لمرحلة بقت صعبة جدا جدا هنقفل الملف ده ومن بقرة كل تركيزنا على حدث اهم وهي مباراة اهم مباراة الترجي والاهلي في زهاب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا نخرج لفاصل وبعد الفاصل نرجع عندنا كلام مهم جدا كمان على سوبر تاني وسوبر جديد ان شاء الله يكون مناصيب الاهلي مواجهة قوية اليوم بين الاهل والزمالك في السوبر الافريقي لقرة الياد